اشتركوا في القناة وصلنا إلى مرحلة حجر في التحدي الجماعي لمجاهة والعمل الجماعي لمجاهة تحدي التغير المناخي وقد بدلتم جهوداً هائلاً للوصول إلى ما وصلنا إليه وأنتم ساهمتم في نزاهة العملية والاتماد على نهج الشفاف ومتوازن وأي خطأ ليس مقصوداً بأي صورة من الصور ونحن نمتنى لكافة الوفود والمجموعات التي كانت متواصلة معي ومع وفدي ومع كل منها بما سمح لنا للوصول لنتجة النهاية التي وصلنا إليها وأعتبر النص الذي سيعتمد سيعكس التوازن الدقيق الذي يخدم مصالح الجميع والذي تم تمثيله في هذا الاجتماع وتدليل على الطموح العالي الذي نستطيع الوصول إليه في هذه اللحظة من اللحظات الهامة على مصارة العمل في بداية هذا المؤتمر 113 من القاضة وزعماء نضمه لقمة التنفيذ لتداول حول كيفية الوفاء بجندة المناخ والوفاء بالالتزامات الخاصة بالتنفيذ وتم التجديد على خطورة أزمة المناخ وضرورة مضعفة الجهود للتأكد من التنفيذ والوفاء والوصول إلى نتائج ملموس السادة الأعضاء والسيدات إن القرارات التي تم توصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال إلى الحياة المناخي وقدرة على الصمود وأدعوكم جميعا لإستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليست ككلمات على الورق ولكن كرسائل موجهة للعالم بقيادة زعمائنا من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق وبعد أنشهدكم لاتمت مشروعات القرارات التي ستعرض عليكم أن العالم يتابعنا ويشاهدنا ونشهدكم جميعا أن تكونوا على مستوى التوقعات التي أنتنا بها من قبل المجتمع الدولي ولا سيما من قبل الأكثر تعرضا وهشاشة ولذين ساهموا بأقل نسبة في التغيير المناخي أعلن افتتاح الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في دورته السبعة والعشرين وأود أن أستمر في النظر في المقرارات والإسنتاجات التي تم التوصية بها لاعتمادها من قبل المؤتمر للأطراف وترتيب الذي سننظر فيه بجدول الأعمال معروض على الشاشة في الوقت الرهن أود أن أبدأ بالبند الفرعي الثمانية واو والذي هو تحت البند الثامن المسألة المرتبطة بالتميين جميعا ستتذكر تنظيم التالي لعمل البند الثامن الذي أقريناه للبند الفرعي الثمانية ألف فريق اتصال أنشئة برئاسة مشتركة من جورتريد ولونسكي وكارلوس فولر وللبند الفرعي الثمانية واو فريق اتصال أنشئة برئاسة مشتركة من قبل جانين فيلسون ودومينيك مولوي وبالنسبة للبند الفرعي الثمانية جيم وثمانية دال فإن فريق اتصال قد أنشئة وطرقصه كل من تورو سورخيوي وريتشارد موينكي للبند الثمانية ها فإن فريق اتصال قد أنشئة وترقصه ريكارد ومارشال وكيلي شارل للبند الفرعي الثمانية واو فإن مشاورات رسمية تم تيسيرها من قبل خليو كوردانو وأرسلا فوينتس أشكر كل الرؤساء المشاركين لعملهم الشاق ونبدأ بالبند الفرعي ثمانية واو ونعود إلى البند الفرعي التالية في مقالة لاحقة أدعى مطمئة التراف للنظر في ثمانية واو المسائل المرتبطة بالترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأثار المناوئة للتغيير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر وفضلا عن المشاورات الوزارية التي تمت من قبل الوزيرة مايسا روخاس من شيلي ووزير الدولة جينيفر مورغين من ألمانيا أدعى مطمئة الأطار في الاعتماد المقرر معنوان ترتبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأثار المناوئة للتغيير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي إذن للخسارة والدورة المتضمن في الوثيقة وف سي 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 على سي بي على عشرين وعشرين على أل ثمانية عشرة وف سي 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 على بي اي على سي ام اي على عشرين وعشرين على أل عشرين بما أنه ليس هناك من معارضة تقرر الأمر على هذا النحو أعلن تعليق الاجتماع العاشي لمؤتمر الأطراف أعلن افتتاح الاجتماع العاشي لمؤتمر الأطراف المناقد بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس في دورته الرابعة وأود أن أستمر في النظر في منقرارات والاستنتاجات التي تم توصية باعتمادها من قبل اجتماع اتفاق باريس وترتيب بنوز جدول الأعمال معروض على الشاشة وأدعو الآن اجتماع اتفاق باريس للنظر في البند الثامن المسائل المرتبطة بالتمويل بالنسبة للبند الفرع ثمانية ألف فريق انتصال أنشئة برئاسة جانين فلسن ودومينيك ملوي بالنسبة للبند الفرع ثمانية با وثمانية جيم فريق انتصال ترقصها كل من ريتشارد مو يانجي وتورو سورخيو والبند الفرع ثمانية دال فان فريق انتصال ترقصها كل من دايان بلاك لين وإيفا شرويدر بالنسبة للبند الفرع ثمانية هاء فان فريق انتصال أنشئ برئاسة دهير فقير وجورج بورستين البند الفرع ثمانية واو فان مشاورات رسمية قد تم تيسروها من قبل خوليو كوردانو وارسلا فوينتس وفضلا عن ذلك ان مشاورات وزرعية تم تيسروها من قبل الوزير بوها بندر يداف من الهند والوزير كريس بوين من استراليا في اطار البند الفرع ثمانية هاء من قبل الوزيرة مايسا روخاس من شيلي ووزيرة الدولة جينيفر مورغن من ألمانيا في اطار البند الفرع ثمانية واو وأشكر الوزراء وكل رؤساء المشاركين لعملهم الشاق وسأتناول البنود ثمانية واو ثمانية هاء الآن ونعود للبنود الفرعية التالية في مرحلة لاحقة أدعو اجتماع اتفاق باريس للنظر في البند الفرع ثمانية واو المسألة المرتبطة بالترتيبات التمويل استجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأثار المنوئة للتغيير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر وأدعو اجتماع اتفاق باريس للاعتماد وشرع المقرر معنوى ترتيبات التمويل للإستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالأثار المنوئة للتغيير المناخي بما في ذلك التركيز على التصدي للخسر والضرر المتضمن في الوثيقة FCCC على CP على 2022 على L18 و FCCC على PA على CMA على 2022 على L20 إما أنه ليس هناك من أعطرات فقط تقرر الأمر على هذا النهار أدعو اجتماع اتفاق باريس للنظر في البندل الرابع المسائل المرتبطة ببنامج العامل التعزيز على وجه العجالة طموح التخفيف والتنفيذ المشارع إليه في الفقرة 27 المقرر واحد CMA ثلاثة السابستا وهيئة الفرعية للتنفيذ لم تتمكن من النظر في هذه المسائل وتم حالتها لاجتماع اتفاق باريس لمزيل من التوجيه وأود أن أشكر كارلوس فولر وكاي هاريسون للإستمرار في المشاورات غير الرسمية هذا الأسبوع وأود أن أشكر كذلك الوزيرة باربرا كريسي من جنوب أفريقيا والوزير دان يورغنسون من الدنمارك لقياداتهم المشاورات الوزارية نيابة عني عضو رفيع من وفدي عمر أسامة عبد العزيز قاد مشاورات حول هذا الموضوع أيضا وأدعو اجتماع اتفاق باريس للنظر في مشروع المقرر المعانون المسأل تطبط ببرنامج العامل للتعزيز العاجل لطموح التخفيف والتنفيذ المشارع إليه في الفقرة 27 من المقرر 1 على CMA 3 كما هو متضمن في الوثيقة FCCC على CMA 22 على 17 سويسرا تطلب الكلمة شكرا جزيلا سيد الرئيس اتحدث نيبة عن فريق التكامل والنزاهة البيئية لم يتوفر الوقت لنظر في هذا المقرر المؤتمر للأطراف علينا أن ننظر في أثار التخفيف والبرنامج المرتبط بذلك طلقينا مشروع المقرر ولكن لم تتوفر فصوصا لدراسته مجموعتنا بحاجة لوقت لدراسته وعليها أن نؤجل اعتماد هذا القرار ولذلك نقترح أن نعلق لنصف ساعة حتى تصديع الوفود أن ننظر في مشروع المقرر ونعود ونتخذ القرار عن علم شكرا إذا لم يكن هناك اقتراح لتعليق لنصف ساعة لا أرى معرضة فقط تقرر الأمر على هذا النحو يعلق الاجتماع لمدة نصف ساعة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة